أحبائي بونجور بدي أحكي بمختصر عن الشخصية النرجسية يلي بتصور ما حدا مننا إلا ما مرأ من هالنوع من العلاقة هايدي علاقة فيها تكون بين رجل وامرأة أو اثنان امرأتين أو رجلين ما بيأسر هي رح نوصف هالا كيفية الشخصية النرجسية هي شخصية مريضة جدا وتعاني من تروما وأليم ما شفيت منهم بس خلينا نشوف كيف يكون الشخص النرجسي ومين يجتزب عادة الشخص النرجسي عادة بيجي لعنا منشوفه بيكون لطيف ومنح وحساس وكويس معنا ونرتاح له وبيعملنا بلطافة قوية بالأول بالأول بالأخص إذا رجل وامرأة لحد ما نحنا نرتاح ونشهر بالثقة ونفتح قلبنا اذا بدكم منشيل عواميد الحماية الحيطان الحماية اللي منكون حطينا تجاه الاخر نقول هيت وهيدا كويس عادة الناس بتشوفو كحدا كتير اتركتف يجذب ومن بره ما فيكن تقولو عنو الا هالزلمة كتير منح لكن لما منشيل نحنا جدار الحماية ونرتاح بيبليش الشخص النرجسي يكسر فينا يكسر لنا بركيبنا يحسسنا يعني شو بدي لكن يحسسنا انه نحنا مش منح ما بنسوى عم نعمل غلط هون مش كيفين بأي شي بنعمله كل هالاشي اللي يحطمنا ويدمرنا على الاخير هلا شخص اللي بوجي النرجسي عادة بيكون هو شخص تيتأثر بالنرجسي بيكون شخص ازا بدكن ازا ما عندو السلف استيم منو قوي كتير اثقه بالذات وما عندو قدرت ان يقول لا يلبط بالارض يقول لا انت عم تاكل هوا باللي عم بتقولو مش مزبوط وانتبهوا كلنا مرقنا فيهم كلنا مرقنا فيهم بالاخص ابناء النور والإمباث الحساسين مرافيل احساس كله يتنع عينينا من عدم الثقة بالذات وعدم قدرة القول لا طرينا نتعلم نقوله فبيجي هالنرجس بيحطم بيحطم فينا بفخت ليه عم بيعمل هالشي؟ طي يعملنا مانيبوليشن ليتحكم فينا لحتى نصير ضعفاء نحنا شلنا متل متل شوفوا جيش عم بفوت يعمل حرب اوكي راحوا لجنود بطل في حماية فات دغري على الاصر صار فيو يغير بالاصر ويعمل البدو ييفشك ليكسر يعمل فبيفوت الى داخلنا وبيكسر كييننا طيب شو بيستفيد هو من هالشي؟ نرجسي لي عم بيعمل هالشي؟ لانه هو هالشي بتاعتي شعور اذا بدكن هو يضخم ذاته صورة الذات تتضخم يضخمة بشكل اكيد غير صحيح انه هو مهم كتير كله هيدا بيخياله الماسك اللي حطته الماسك اللي حطته مخبة حاله ورا انه انا مهمة كتير وانا فازيع كتير وانا عندي السلطة والقوة وكل هالاشياء لكن اذا نشيل هيدا الماسك وراه شو منشوف؟ منشوف شخص بالمرة ما عنده مش متصالح مع حاله ابدا عنده عقد نفسية من وقت الام انا هيدا لاحظته والاهل مكسر على الاخر ما في شي زابط فيه بده شغلي كتير فبدل ما يبرم الاتجاه على حاله لانه بده شجاعة كتير كبير انا اطلع بحالي وبلش اشفي حالي بيقوم صعبة كتير مشوار شفاء الزات بيقوم بيطمرن بيطمرن تحت السجادة لكل هالاشياء عارفتو كيف وبحت السجادة حلبي ويضخم الصورة للاخر لحتى هو شعور بذاته يكون انه انا مهم وانا كتير منيح وانا كتير كذا مظل انا التقيت بالشخصية النرجسية كبير كذا شخص ان كان بعلاقه وهون انا كنت صرت قوية روحيا برمت عليه فرجيته قديش هو طعيف ومنو شيفي ابدا بس قبل حتى بحدى افراد العائلة وهي من النساء ومش هتوعة مش رحتوعة تضخم وتضخم الصورة اللي برا لدرجة انه صدقتها صدقت الكذب كله بدل ما يكون عندها جرأة تفوت وتنظف جوا ومنلاقيهم ممكن بزملاء بالشغل بيفخته بيكذبه بيكذبه اللوفكي كله اللي سيطرة على الاخر هلا الشخص اللي بالوجه اوكي اللي انا بده ثقة بالنفس والقدرة على قوله عندما انا بتعلم الدرس بفهم بصير بعرف بعمل قراءة هيدا الشخص النرجسي وشو قصته هو فعلا متألم جدا ومريده نفسيا جدا نحنا كلنا مرضه نفسيا بس لا تعرفوا ونحنا هون مسيرتنا انه نقدر نشفي حالنا سو الشخص بالوجه اللي لما ببلش انا اشفي حالي وبصير اذا بدكن عم تزيد السقة بزيتي انه انا حلوي متل ما انا متل ما انا انا منيحة كما انا مش الناس اللي بتقرر لما بقدر بقول لا للناس هيدا الحدود تابعولتي ما فيك تتخطيها انا مني شو انت بتقرر تشوفني انا شو انا بقرر شوف حالي اكيد بدون قرور وبدون ايجو صو عندما ببلش انا افهم الشخصية النرجسية وعندما انا بصير اقوى واش في حالي اوكي وستزيد السقة بحالي اذا انا بكون انا نجحت بهيدا الفحص انه تزداد اذا حيالا علاقة مع الشخص النرجسية اذا درتوا طلعتوا منها حتتعلموا هالدرسين اني اعرف كراءة ثلاثة اعرف كراءة شخصية النرجسية واني كتير 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 من المجتمع الهروب من الشخصية بحط اتجاهي صب غضبي على الاخر اذا بكنوا تكسير الاخر بدل ما انا نمي حالي اذا بصير بعرف بقراءة هالشخصية بتفديها يعني لما انا بشوف انا شخص سوبر لطيف وسوبر منيح وسوبر كذا انتبهوا بيمروا ازحطات صغيرة هيك شغلات صغيرين وراكب بصير بلاحظهم بصير بقشعهم اول ما بلش شوف انه عم شخص يعمل تصرف غريب لا يحترم شخصي شو ما كنت ومين ما كنت بلش بنتبه اذا بصير بعرف بقرية لهيدا الشخص درسي اني صير اعرف تزداد ثقتي بالذات واني اوصل سير حتى حدود وقول لا لانه حقي انك اقول لا مجتمعنا علمنا برمجنا على اشياء كتير غلط انه لازم نرضي الكل ونكون مناح مع الكل وحيب ولا كيف تقديل للشجارة هيك وكيف كذا ما يا عمي عم تستفزني وعم تستغلني وعم تزعجني وما عم تحترم لي وبقتي كل هالاشياء تبرمجنا انه نتقبل لانه اذا ما كنا مناح شغتو كيف ارضاء الاخر كمانا فانا عندما ادخل في شفاء داخلي عميق عميق فعلا ما بعود ابحث الى ارضاء الاخر سو بمختصر انيرجيسي هو موجود كتير بالمجتمع هو بيبين انه لطيف وكتير منيح وحساس معنا بالاول لكن الهدف يكسر يفخت ويفرجينا انه نحن لسنو كافيين مش لانه نحن لسنو كافيين لانه هو الذي ليس كافي وهو اللي بخبه كل الاشياء طبعوليته تحت السجادة الجميلة لانه ما بده يواجه حاله الشخص اللي بالوجه النرجيسي علي ان يتعلم قراءة النرجيسي الثقة بالذات اكتر ونحط الحدود خوضي انا صراحة تعلمتن خلال سنين انا عملت علاج نفسي انا خضعت العلاج نفسي لا اعرف اقرأ الاشياء لا اعرف شوفهم لا اشفى منن فاذا الشفاء منو كبسة تزر برجع بقول الكوتشنج منو شي غلط اني اعمل على ذاتي لانو شعور من بعدها هي تحرر رائع 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 تساعد انه تشيل كل هالبرمجة اللي تبرن مجنيها وهالفرح بالذات انه انا فرحانة بحالي متل ما انا بتمنى هالوصف السريع المختصر يكون مفيد لالكن بتصور انه كتير منكن دخلتوا مع شخصية نرجيسية او كنتوا بالمطرح الضعف لكن ابناء النور حان الوقت انه نقوى انه نقول لا وانو خلاص نوثق بحالنا شو ما كنا كيف ما كان شكلنا كيف ما كان موديلنا شو ما كان يطاقاتنا نحنا حلوين لانو نحنا نحنا وانا انتو وانتو انا ونحنا كلنا واحد وانا محبقون كتير اشتركوا في القناة